أشكركم على هذه الفرصة فتح مجال هذا النقاش في موضوع القيم وموضوع مهم جداً على المستوى انشغال به في الجانب العلمي وفي الجانب الأكاديم كذلك أشكر أستاذ فؤاد على مجهود التنطيق وجمع مجموعة من الباحثين من تخصوصات مطمئة الحارفة من أجل نظرف هذا الموضوع من طبع الحال موضوع القيم هو يطرح مجموعة من التساؤلات والتساؤلات لا تقتصر فقط على ما هو أكاديمي بل هي تساؤلات تمتد أيضاً إلى حقول أخرى سياسية اجتماعية اقتصادية لكن إذا اعتبرنا بأن القيام هي تلك المعايير الأخلاقية التي تحدد ما ينبغي فعله من ما لا ينبغي فعله فمنظورنا للقيام يفرض علينا على الأقل أن نطرح ربما نطرح مجموعة من التساؤلات في بداية هل عندما نتحدث عن القيم هل نتحدث عنها باعتبارها وحدة متجانسة؟ عندما نتحدث عن القيم الإسلامية هل نحن نتحدث عن وحدة المتجانسة؟ أم أننا نتحدث عن أمام نوع من التعددية هل نحن أمام قيم واحدة أم نحن أمام قيم نوعاً ما متعددة لأن عندما نقول قيم إسلامية بمعنى أنه تداخل التدين الواحيد يمكن أن تكون معاني القيم التي نملحها والتي تحدد سلوكنا يمكن أن تكون نوعاً ما تتسم بطبع الاختلاف إذن هل عند الحديث عن القيم هل إلى أي حد يمكن أن نتحدث عن نوعاً التجانس؟ أم أن التعدد هو الذي يطبع الممارسات الاجتماعية؟ سؤال آخر هل عندما نتحدث عن القيم نحن نتحدث عن القيم بطابعها المطلق؟ وهنا علاقتها أيضاً بالدين هل عندما نتحدث عن القيم هل نحن نتحدث عن القيم في تطابقها مع ما هو ديني؟ أم أن القيم هي تبقى نتاجاً بشرياً بعيداً عن ما هو ديني؟ أعتبر بأن هذه التساؤلات هذه أتقاسمها معكم؟ وهي تبقى نتحدث عن تساؤلات طروحة؟ بمعنى هل القيم نتحدث عن الحال؟ يمكن أن ننظر إليها باعتبارها قيم نسبية بمعنى نسبية تتغير بالوضعية الاجتماعية وتتغير كما طرحتم كذلك بالأزمات التي تواجه هذا الإنسان سواء كانت أزمات فرضية، جماعية، مؤسساتية لذلك فالحديث عن هذا الجانب هذا أعتقد بأنه يفرض علينا في البداية أن نطرح هذه التساؤلات جانب آخر أعتبر بأنه مهم جداً هو أن كل معاني التي نمنحها لقيمنا وهذه المعاني التي تتسم نوعاً ما بنوعين من النسبية ما نمنحه لمعنى لمعنى الزواج في سنوات سابقة ليس هو ما نمنحه لمعنى الزواج اليوم بمعنى أن الوضعيات الوضعيات الاجتماعية التي يعيشها الفرض أو الجماعة أو المؤسسة تصنع معنى جديد للقيم ومن الممكن أن تحكم على قيمة بالموت وتحيي قيمة أخرى بمعنى الأزمات كما وضعتمها في العنوان الأزمة أيضاً من الممكن أن تصنع معنى للقيمة بمعنى ما يعيش هذا الإنسان من تناقضات في عالمه المادي هو الذي يفرض عليه أن يمنح معنى لقيمة للقيم التي تمنح سلوكاته حتى يستطيع أن يتجاوز ما يسمى بالأزمة ما أطلقنا عليه بالأزمة لأن في نظري بأن الأزمة هي نوع من التناقض بين قيم هذا الفرض وبين ما يعيشه في عالمه المادي من طبع الحال حتى عندما نتحدث عن الأزمة أنا أعتبر بأن 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 الآن عندما واجهة الإنسان على الجائحة الجائحة لم تحضر من خلال حدود تقافية لم تحضر من خلال النظر للإنسان المغربي في تقافته في حيز الجغرافي فقط بل الأزمة عندما كنا نتحدث عن الأزمة الآن جائحة كأزمة كنا نتحدث عنها كذلك في سياقها الكوني في سياقها الكوني لذلك فهذا الوضع الطبيعي والاجتماعي الجديد فرض فرض على الإنسان أن يعيد النظر مجدداً في المعاني التي يمنحها التي يمنحها لقيمه إذا كان إذا كنا في السابق نعتبر بأن الطبيعة الطبيعة الحال من خلال كل ما تقدم كل ما أنتجته المعرفة العلمية أصبحنا ننظر للطبيعة باعتبارها أصبحت أمر متحكم فيه نحن قادرين على أن نتحكم في هذه الطبيعة أن نتحكم في سيرها في حركتها فاعتقل بأن الوضع الآن الجديد للجائحة والأجوبة العلمية المقدمة الآن حالياً جعلت هذا الإنسان يعيد نظر في هذه التصورات الآن كورونا لحد الآن رغم كل ما أنتجه بطبيعة الحال لسنا أمام أجوبة علمية دقيقة تحدد لنا لماذا لماذا انفجر انفجر انتشاره في منطقة معينة ولم ينتشر بالشكل نفسه في دول أخرى لذلك فاعتبر أن هذا الإنسان أعاد النظر أيضاً في عناقته بالطبيعة وهذا إعادة النظر ربما لم تأخذ هي إعادة نظر كونية وليست فقط مرتبطة بما هو مرتبطة بما هو ثقافي إعادة نظر كونية جانب ثاني هو مرتبط أيضاً بالتفسيرات أعتبر بأن الآن الوضع الجائحة الذي مر على الإنسانية الجمعاء جعل هذا الإنسان يعيد النظر في مختلف التفسيرات الأسطورية التي كان يحملها هي هذه التفسيرات الأسطورية لا يمكن أن نقول بأنها ستنتهي ولكن مساحاتها أصبحت مساحات نوعاً ما ضيقة لأن الكل أصبح أصبح ينتظر الأجوبة التي تقدمها التي تقدمها المراكز البحتية والمراكز البحتية والمراكز العلمية لذلك علاقة هذا الإنسان علاقة هذا الإنسان بما هو أسطوري ما هو اعتقادي هي علاقة تغيرت نحن الآن أمام تغير في علاقة هذا الإنسان مع ما هو أسطوري جانب آخر أيضاً وهو يتعلق أيضاً بهذه القيم التي يحمل هذا الإنسان لأنني أرى بأن هذه القيم التي يحملها الإنسان لا يحملها فقط في علاقته بذاته نحن نحمل هذه القيم ونتحرك معها نتحرك معها في علاقتنا بما هو بما هو اعتقادي نتحرك معها في علاقتنا بما هو بما هو سياسي نتحرك معها في علاقتنا بما هو بيولوجي وطبيعي وأيضاً في علاقتنا بما هو سياسي أعتقد بأن ما يحدث على المستوى الجانب السياسي ليس فقط في المغريب بل الوسائط التقليدية لصحة التعبير التي كانت هذا الإنسان في الدولة أصبحت عجيزة عن القيام بهذا الدور لاحظوا معي بأن ما وقع في الجائحة هو أن لم نرى حضوراً كافياً لهذه الوسائط في تدبير هذه الأزمة التي يمكن أن يسميها أزمة بل حضر المخزن ببنية التقليدية المخزن المقدم إلى غير ذلك هي التي حضرت من طبيعة الحال ودبرت ما يقع من خلال هذه البنية التقليدية أما البنية المؤسسات هي الدولة الحديثة إلى غير ذلك فلاحظنا بأنها لم تكن فاعلة بالشكل الكافي وهذا يجعل هذه الوسائط موضع مساءلة وإلى أي حد تستجيب مجدداً للحاجات الإنسانية ليس فقط في المغرب بل في مختلف الاجتماعات الأخرى أيضاً ما دام الحديث عن القيام فنحن نتحدث عن قيم جماعية قيم تعيش في مجتمع وهذا المجتمع بحكم هذه الوضعية الآن التي نعيشها التي ما زالت ممتدة لأحد الآن فلاحظنا أن التوجه نحو نوع من القيم ليس الفردانية بمعناها الفلسفية لأن الفردانية بمعناها الفلسفية فيها إعادة الاعتبار لهذا الإنسان ولكن نوع من القيم الفردانية على المستوى الجانب الاجتماعي وأيضاً في جانب أيضاً الاقتصادي عندما أقول نوع من القيم الفردانية فهي عبرت عن نفسها من خلال من خلال يمكن أن نقول في جانب التعليمي من طبيعة لاحظنا أنه تجربة التدريس عن بعد التي أصبحت الآن بعمة أساسية على المستوى التعليم أيضاً على مستوى الممارسات الدينية من طبيعة الوضع فرضته هذه الجائحة ولكن من طبيعة الوضع سيكون له تأثير على مستوى الممارسات الدينية للمغاربة والممارسات الدينية بشكل عام بمعنى أننا نحن أمام نوع من الانتصار لهذه القيام الشغل تشجيع على قيام الشغل الفرضية وليس الجماعية التوجه نحو قضاء مجموعة من الحاجيات من خلال فقط الولوج إلى العالم الافتراضي والوسعق الإدارية إلى غير ذلك من الأمور أن الإنسان توجد أزمة كيفما كانت طبيعة هذه الأزمة قد تكون أزمة محلية قد تكون أزمة كونية قد تكون أزمة سياسية تدفعه إلى ماذا في نظري أنه تدفعه إلى أن يمنح معاني جديدة لسلوكاته حتى يستطيع أن ينسجم مع هذه الوضعية الجديدة لأن في آخر مطاف أعتبر بأن القيم القيم طبيعة الحال تحمل معاني الأفراد ومدام تحمل معاني الأفراد حتى ولو كان مطابعة الحال حتى ولو كان ارتباط لها بما هو ديني فإن الفرض هو الذي يمنح معنا لهذا القيم ومن ثم فكل التناقضات الاجتماعية والأزمات التي يعيش هذا الإنسان هي التي تجعله قادراً على أن يمنح معنى جديد لقيمه حتى ينسجم مع هذه الوضعيات التي يواجه ترجمة نانسي قنقر